نروح بقى لشركة مصر للطيران اللي تسلمت الطائرة الثالثة من أصل تسع طيرات من طراز بوينج تعال نشوف التقرير تسلمت شركة مصر للطيران للخطوط الجوية الطائرة الثالثة من أصل تسع طائرات تعقدت عليها مصر للطيران مع شركة بوينج من طراز بي 737.800 انجي في صفقة بلغت قيمتها 670 مليون دولار أي أن قيمة الطائرة الواحدة 84 مليون و400 ألف دولار طيارة حجمها هو هو بس احنا حطينا عليها كراسي مختلفة وحطينا فيديو شخصي في حتى الدرجة السياحية حطينا فيديو شخصي بشكل جديد في الدرجة رجال الأعمال وسعنا الكراسي شوية سيستم الإضاءة مختلف بالإضافة إلى بعض الحاجات اللي هي تكنولوجيكا يعني موجودة في التشغيل بتاع الكابينة بتاعة الطائرة كل الحاجات دي تإضافة كبيرة جدا وفي نفس الوقت ده هيكون الستاندرد أو يعني هو ده المقياس اللي احنا هنشتغل عليه احنا شكلنا هيبقى كده في المستقبل مش هنجيب منتجات مختلفة الطائرة بي 737.800 انجي هي طائرة رقم 51 في أسطول مصر للطيران الدولي والذي يتكون نصفه من طائرات بوينج هذا الطراز اقتصادي بنسبة 6% عن نسخته السابقة تحتفظ الطائرة بقيمة سوقية أعلى من نظيراتها عند البيع وبمتوسط رحلتين يوميا للطائرة خلال عشر سنوات متوسط عمر تشغيلها يتوقع أن تقوم الطائرة SUGEH بنحو 7300 رحلة التراز ده بالنسبة لنا يعتبر اقتصادي جدا لأن احنا عندنا منه فده حيوفر عندنا في المحركات الاحتياطية حيوفر عندنا في تدريب الطيارين ده اللي احنا بنسميه الكمونالتي في الفليت وده لي يعني توفير كبير جدا بيكون موجود على شركة الطيران لحد ما توصل لعدد 40 أو 40 طيارة من نفس الطراز ينتظر أن يرتفع أسطول مصر للطيران إلى 69 طائرة خلال هذا العام مع استلام الست طائرات المتبقية من الطراز عينه لتبقى بي 737-800 بأنواعها صاحبة حصة الأسد بين أسطول مصر للطيران عمر نور الدين أون لايف طبعا ألف مبروك لمصر طيران حاجة محترمة جدا حاجة تدعو للفخر وإن شاء الله يكون فيه مجالات بعد هذا العدد الكبير من الطيرات الدخلة في الأسطول الأسطول ضخم جدا شركة كبيرة محتاجين كمان بقى مرة تانية يمكن نتكلمنا في موضوع السياحة وموضوع السياحة بيننا وبين اليابان مش هقول أحنا طلبين خطوط بس طلبين أن نشوف الموضوع ده مرة تانية مع دخول طيرات جديدة